الصبر عند البلاء عبادة الصبر عبادة أنواع الصبر تلاتة صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر عند البلاء والمصيبة وهذا الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصبرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إذن استجلاب الصبر بذكر الله سبحانه وتعالى فننصح أختنا الكريمة إن هي تطرد وساوس الشيطان من رأسها فكرة بقى أنه إزاي مات ومعقولة الكلام ده وأنا مش أدري أتخيل هذه كلها وساوس من الشيطان عليها أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى منها فالأمر الثاني أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى فالذكر كثرة الزكر مجلبة للصبر والمعونة على الصبر هذا أمر الأمر الثاني أنك لو بتحب والدك اللي بيحب أي حد مات له بتحبه فعلا إياك أن تعبر عن حبك بالبكاء هو لا يحتاجه إلى بكائنا ولا يحتاج أن نحن نعد نندب حظنا ونقول يا ريت اللي جرى مكان لا هو محتاج إيه محتاج مننا الدعاء محتاج مننا صدقة جارية محتاج مننا علم صالح ينتفع به فولد صالح يدعو له هو ده اللي محتاجه الميت عدوا فكروا مع بعض يعملوا عصف زهني كده مع بعض إيه أنواع مش نوع واحد أنواع الصدقات اللي نعملها لولدك بدل منتوا قاعدين بالضياع والوقت والشطان متملك من رؤوسكم عدوا فكروا كل واحدة فيكم تبتكر صدقة جارية تنتفع هي بها وهو أيضا ينتفع بها ده اللي محتاجه